موسيقى موسيقى في ظل هدنة النام مؤقتة عاد بعض سكان القطاع إلى بيوتهم ليجدوها ركاما وقد تحطمت على رؤوس بعض أحبائهم فالهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكانية وعلحقت أضرارا بأكثر من 222 ألف وحدة أخرى قبل السابع من أكتوبر أوضاعا مأسوية غير مسبوقة كان يعيشها أهالي قطاع غزة كانوا يشهدون نقصا في كل شيء العلاج والطعام والمياه والكهرباء أما الآن وبعد تعرضهم لمجازر وحشية على مدار أكثر من 40 يوما وبدء سرايان الهدنة المؤقتة عاد أهالي القطاع ليبحثوا عن أي شيء يجدونه داخل منازلهم التي هدمت فحجم الضمار الذي لحق بالقطاع غير مسبوك الهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكانية وألحقت أضرارا بأكثر من 222 ألف وحدة سكانية مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أكد أيضا أن 279 من المرافق التعليمية تضررت ولم يتمكن أي من نحو 625 ألف طالب في غزة من مواصلة تعليمهم أكثر من نصف مستشفيات غزة وما يقرب من سلسي مراكز الرعاية الصحية الأولية خارج الخدمة وتضررت 53 صيارة إسعاف وطلقت جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمالها أوامر إخلاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال استعى منذ بداية عدوانه لخلق حالة معيشية غير قابلة للاستمرار عملية هدم وتهجير قصرية ونقص مواد أساسية لا تلبي إلا جزءا بسيطا من احتياجاتهم اليومية في وقت حضرت فيه العديد من الدول من استمرار هذا الوضع المأساوي ليس فقط داخل القطاع ولكن على دول الإقليم الذي لا يزال يأنه من عدم الاستقرار الأمني والسياسي طوال السنوات الماضية انتشلت تواقم الأسعاف عددا من جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الشجعية شرق مدينة غزة وقد أعلنت مصادر طبية في غزة وصول جثامين سبعة شهداء متحاللين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقيها إزاء غياب معلومات عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سليمية وأشارت المنظمة إلى عدم امتلاكها أي معلومات بشأن مدير مستشفى الشفاء الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي مع آخرين منذ عدة أيام داعية إلى احترام كامل حقوقه استشهد طبيب من واصيب آخران خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة جنان بالضفة الغربية المحتلة يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه قوات الاحتلال مسلسل الاعتقالات والاقتحامات بأنحاء مختلفة بالضفة مسلسل الاعتقالات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية لا يزال متواصلا مع قصف المقرات والبيوت وتدميرها على رؤوس من فيها في مدينة جنين اشتشهد طبيب فلسطيني وأصيب آخران برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية حيث أفادت مصادر أمنية بأن المواجهات دلعت عقب تسلل وحدة خاصة إسرائيلية المدينة ومحاصرة أحد المنازل وبعد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل تم اعتقال عدد من الفلسطينيين كما أغلق قوات الاحتلال مداخل المدينة أمام حركة المواطنين وفي مدينة نابوليس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمين عسكر القديم وعسكر الجديد شرق المدينة حيث قال شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في المخيمين وأفتشتها وعاثت فيها فسادا واعتقلت عددا من المواطنين وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على مواطن وفتشت إحدى مركبة الإسعاف وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين وفي مدينتي قلقيلية والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين بعد مداهمة عدة منازل وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين جرائم الاحتلال الممتدة من غزة إلى الضفة لن تجلب سوى المزيد من المقاومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني حيث استشهد حتى الآن العشرات وأصيب المئات بالإضافة إلى عمليات التجريف والحصار للمدن واستخدمت على نحو غير مسبوق المسيرات في اغتيال المقاومين أثناء اشتباكات ضارية مع الاحتلال الإسرائيلي ذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن صاروخاً اعتراضياً انفجر في أجواء بلدتين ميس الجبل وبليدة قضى مرجعيون وسمع صدا في كل أرجاء الجنوب اللبنانية كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن صاروخ أرض جوه أطلق من لبنان نحو طائرة مسيرة إسرائيلية مع دخول الهدنة في غزة يومها الثاني قيم التوتر المشوب بالحضر على جنوب لبنان بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أسقط صاروخاً أرض جوه أطلق من لبنان على طائرة إسرائيلية من دون طيار ومع اليوم الأول لهدنة غزة شهدت مناطق حدودية عدة عودة محدودة لعدد من العائلات التي سبق لها أن نزحت قبل أيام بسبب التوترات عند الحدود إلى أن الحركة زادت في اليوم الثاني حتى إن بعض المحال قد فتحت أبوابها وتأتي هذه التحركات على الرغم من دعوة قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدبير الحيطة والحضر من مخلفات القصف الإسرائيلية أصبحت الهدنة في غزة اختباراً لما يمكن أن ترسو عليه اتجاهات إسرائيل في لبنان إلى أنه مؤخراً ارتفع منسوب التحذيرات من أن الوضع الجنوبي قد لا يبقى في الإطار المعمول به حتى الآن منذ السابع من أكتوبر وبالرغم من ارتفاع حدة العمليات خلال الأيام الماضية إلى أن ضغوطاً دولية تمنع احتمال التصعيد كما رسمت خطوط حمراء حدة الاشتباكات بحيث لم يتجاوزها بالعمق أي طرف من الطرفين كما أن مستوى العمليات المتبادلة التي حصلت منذ أكثر من شهر أشار إلى أن هناك توازن ما بقي قائماً لكنه بات مهدداً أكثر من الآن فصاعداً تعرضت سفينة حاويات مملوكة لرجل أعمال الإسرائيلية لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي وقال مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة أسيشيت بروس أن السفينة التي ترفع على ملطة يشتبه فيها أنها استهدفت أو استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة أثناء وجودها في المياه الدولية مشيراً إلى أن الطائرة المسيرة انفجرت مما أدى إلى إلحاق أضرار بسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معريف الإسرائيلية تراجع ثقة الناخبين الإسرائيليين في حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيمين نتنياهو وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع نسبة تأييد الإسرائيليين لحزب معسكر الدولة والذي يتزعمه بني جانس مما قد يؤهله للفوز حال إجراء الانتخابات بالتزامن مع الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة تتفاوت توجهات الرأي العام في إسرائيل حول اتجاهات الناخبين ومداثقتهم بأحزابهم من عدمها وبعد تصويت الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على صفقة المحتجزين أجرت صحيفة معريف استطلاعا للرأي أشارت خلاله إلى أن حزب معسكر الدولة الذي يقوده الوزير الحالي في حكومة الطوارئ بين جانس يحظى خلال الفترة الحالية بثقة كبيرة في أوساط الإسرائيليين ما قد يؤهله للحصول على 43 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست حال إجراء انتخابات وأظهر الاستطلاع أن 27% فقط من عينة الاستطلاع يدعمون رئيس الوزراء الحالي بن يمين نتنياهو على الرغم من احتفاظ حزب الليكود بحسب الاستطلاع على 18 مقعدا بالكنيست فيما تظهر نتائج الاستطلاع انخفاضا في عدد مقاعد حزب هناك مستقبل الذي يتزعمه يئير لابيد إلى 13 مقعدا التطورات بشأن قضية المحتجزين ترسم معالم خارطة النفوذ السياسي الحزبي في إسرائيل وهو ما أبرزته صحيفة معاريف التي قالت إن اتلاف المعارضة بلغ أرقاما قياسية بعد توقع حصوله على 74 مقعدا في الكنيست صحيفة ولا الإسرائيلية بدورها نقلت عن مسؤول أمني كبير قوله إن هناك ضغوطا دولية على إسرائيل لتجنب المرحلة التالية من التصعيد في جنوب قطاع غزة وذلك بعد وقف إطلاق النار المؤقت الذي جاء في إطار صفقة لإطلاق صراح إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفضي إن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام في ظل قتل المدنيين الفلسطينيين مشددا على ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السولفينية تانيا فاين ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو شدد الصفضي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة نظم متظاهرون مؤيدون لحقوق الشعب الفلسطيني مسيرة حاشدة في عدد من المناطق بالولايات المتحدة من بينها شيكاغو ولوس أنجلس تأتي المسيرات كجزء من احتجاجات شعبية واسعة النطاق بالتزامن مع مهرجانات التسوق في البلاد موسيقى 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 موسيقى